أمي ما تنام مع أبوي بنفس الغرفة وتقول إنه كافر ليش؟ لأنه تارك الصلاة هل هذا صحيح؟ لا انتبهولي يعني احنا طبعا صعب الواحد يتلفظ ألفاظ مثل هذه فلان كافر فلان منافق لا 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 يعني احنا دعاة ولسنا قضاة والكافر اللي يقول كافر هو القاضي مو أنا أقول كافر ولا أنا شوف تصرف أقول هذا كافر صعب أني أنا يعين إنسان بعينه أقول فلان كافر لكن أنا ممكن أقول هذه صفات الكفار في فرق في فرق بين أقول هذه صفات الكفار وبين أقول فلان كافر ولذلك إذا فعلا أنا قلت فلان كافر وما كان كافر عذابي عند الله عز وجل عظيم انتبهوا يبقى موضوع ترك الصلاة ترك الصلاة ترى فيها مباحث كثيرة لكن المسألة الوابحة إذا هو تارك الصلاة جحود يعني شل جحود يعني يقول الله عز وجل ما أمر بالصلاة والقرآن لم يذكر أمر بالصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصلاة والصلاة ليست من أركان الإسلام والصلاة ليست من الدين هاي سمونا جحود في هذه الحالة من يقول هذا الكلام يدخل في دائرة الكفر لكن ما أدري أنا من يسأل الولد ولا البنت يقول أمي ما تنام معه أبوي بغرفة وحدة لأنه ما يصلي طيب أنا ما أعرف هل هو ما يصلي تكاسلا أو يمكن هي ما تشوفها يصلي أو يمكن يقطع يصلي صلاة ترك يقطع أو ربما ما يصلي ما يبي يصلي أو يمكن ما يصلي جحود المسألة نحتاج أن نفصل فيها حتى نقدر نعرف السؤال اللي بعدها زوج طلق زوجته بسبب جرأتها بالفراش لأنه يقول عنها أنها صاحبة سوابق هل هذا صحيح؟ لا مو صحيح أبدا أنا من فترة ييني رجل كان المكتب واستأذنت أقولها القصة قلت لها يعني حتى الناس تستفيد من باب التوعية وبالمناسبة القصص اللي أنا أقولها أكون مستأذن من أصحابها ترى يعني ممكن الواحد يستشيرني يروح أنا أتكلم عنه لا أنا ما هو من منهجي هذا أبدا المهم فقلت لها خلقوا لقصتك قال لي تفضل قولها تزوج وعاشر زوجته سنة كاملة وفي نفسه شي فياني طبعا وقال لي بطلق قلت ليش بتطلق؟ قال لأنه لم يخرج منها الدم قلت لاش كيف صار لك متزوج؟ قال لي سنة قلت لها كم مرة نمت مع زوجتك؟ قال كثير أسبوعيا أنا بيني وبينها معاشرة زوجية قلت لها أسبوعيا بينك وبينها معاشرة زوجية وما شفت إنه في دم خرج قال لي أبدا قلت لها زين ليش بتطلق؟ كان يقول لي يعني ما أدري فيه أفكار جاتني لعلها هي كانت يعني ما هي بنت قلت لها أقول لك ترى الغشاء ثلاث أنواع وبديت حما بي أفصلها نحن أمامكم لكن بديت أفصلها في أنواع الأغشية عند المرأة وقلت لها في نوع من الأنواع مو بالضرورة أن يكون في تمزق ولا بالضرورة أن يخرج منه الدم ويكون نوع فيه نوع من المطاطية يعني وقلت لها أنا عندي حالات لما صار وقت الولادة الدكتورة اللي تولد فتحت غشاء البكارة مع أنها تمت المعاشرة الزوجية كاملة وصار حمل قال لي معقولة قلت لنا ما أقول لك معقولة ما معقولة خذ زوجتك وروح لهم طبيبة أمراض نساو ولادة وروح وخلها تفحص عشان تطمئن عشان يقول لي بس شلون شذي أنا بجرحها قلت لها مو أنت إذا طلقتها تجرحها أكبر وتجرحها أكثر تبي أكلمها أنا أكلمها تصل فيها الحين أنا أكلم لك يا أفا عليك تستايل وأعتقد أن زوجتك راح تكون متفهمة وأنا راح أشرح لها المهم كلمت الزوجة أنا وقالت لي أبدا دكتور كلامك على راسي وأنا مستعدة وأنا عرف نفسي طاهرة وعفيفة ونظيفة ولا عندي أي غبار ولا مشكلة أبدا قلت لها خلص يبا روحي حق الدكتورة خلت فحص وخبريني وخل زوج يتكلمني وفعلا راحوا وفحصت الطبيبة وطلع نوعية الغشاء مثل ما قلت أنا فطبعا هي الرجل المستغرب قال لي معقولة قلت له شفت هذا كلام الأطباء هاي مو كلامنا هنا فإذا في علامات ما قدر أنا أتهم المرأة فيها الحين المرأة لما تكون جريئة مع زوجها يروح يطلقها لأنه الأخ محلل أنه صاحبة سوابق على كيفك تحلل أنت يعني هو بالمناسبة فيه ناس عندهم الحساسية والتحليل عندهم كبير في حياتهم يعني قاعد شدي يشوف الباب مفتح يقول أكيد أكو أحد فتح الباب سكت شدي الإضاءة انطفت قال أكيد الكهرباح ترقع شيء أكو ناس مخهم 24 ساعة تحليلات وصدقون نفسهم بعد لا هو مو كل تحليل صحيح وإذا زوجتك عندها جرأة بالفراش ليش ما تكون أنت تحسن الظن فيها وليش ما تكون أنت متفائل ويكون عندك نظرة إيجابية ليش ما تقول والله هذه تبتسعدني ليش ما تقول والله هذه قارية كتاب ولا في وحدة ناصحتها قالت لها ترى الرجل يحب هذه الأمور فهي الآن صارة جريئة معك لأنه تعرف أنك أنت تحب هذه ليش ما تأخذها بالمحملة الحسن ليش تأخذها بالمحملة السيئ ليش لأنه يعني هل أنت عندك تجارب سابقة مع بنات فرحت تقيس زوجتك على البنات اللي تعرفهم هل أنت عندك معلومات خاطئة فقاعد تقيس زوجتك على معلوماتك الخاطئة وتروح تطلق وبنات الناس ما هم لعب وتحليلاتك أنت مو معنات أنها تحليلات صحيحة الأصل الأصل حسن الظن يعني النبي صلى الله عليه وسلم خارج من المسجد ومعه امرأة وكان يمشي بالليل أثنين من الصحابة رضي الله عنهم لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة كانوا يتمشون فراحوا زادوا في المشي صار يمشون بسرعة فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم أن الشيطان دخل وقاعد يعطيهم خواطر ووسوس واشتغلوا تحليلات مثل أخونا هذا فاش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على رسلكما تخليكم مثل ما كنتوا تتمشون شوي شوي تمشوا شوي شوي وبعدين شاني يأشر على المرأة التي بقربها قال لهم إنها صفية بنت حيي يعني شيقصد يعني ترزوجتي هذه انتبهوا مو يروح تفكيركم يمين ويسار ترزوجتي قاعدة ماشي معها فلذلك الشيطان وين يلعب؟ يلعب بالشك الشيطان يلعب بالتحليلات ولذلك ابن القيم ألف كتاب مجلد شدي هالكبر سمى تلبيس إبليس يعني إبليس يلبس على العالم يعطيهم تحليلات خادعة ليش؟ حتى يفكفك العلاقة الزوجية وهذا هدفه أن الأسرة تتفكك وما يكون في استقرار فأنا أقول كلامك خطأ كون زوجتك عندها جرأة لازم أنت هذا شيء فرحك ما يحزنك أبدا واستمتع معاها والله يوفقك السؤال اللي بعدها أنا مطلقة وعمري من عمري 35 سنة وعيالي تكبروا وتزوجوا والآن عمري 64 يعني معناته هي مطلقة من 30 سنة لكن أهلي رافضيني أني أتزوج وأنا شكلي بسن الأربعينيات يعني شكلها جميل ويعني أكو بعض النساء يصير عندهم بيبي فيس يسمونا يعني وجه طفولي يقع عمرها 60 بس الوي هوي 30 فيبدو هي من هذا النوع المهم تقول أهلي رافضيني أني أتزوج يقولوا ليهتمي بعيالك وهاي عيال عيالك كبرة وتزوجة وتقول بعد بعضهم تخرج من الجامعة السؤال هل يحق لي الزواج؟ طبعاً يحق شو ما يحق؟ ها كيف ما يحق لك الزواج؟ عمرك 64 سنة كيف ما يحق لك الزواج؟ هل لا يحق لك؟ وأهلك لأنهم حق أصاني يمنعونك يعني أنت مو عمرك 12 سنة ولا 12 سنوات أنت 64 سنة طيب سنة طيب السؤال المؤمنون المؤمنون عنده شروطهم أنا لا أؤيد أنا لا أؤيد لأنه أنا أشجع الخصوصية لكل طرف المرأة لازم يكون لها خصوصيتها والرجل لازم يكون عندها خصوصيتها يعني ما يصير أفتحها بحري أنا ها ما يصير لا أنا أنت ولا أنت أنا ولا حياتي حياتك ولا حياتك حياتي ها ما يصير يعني الزوجين بالشكل هذا شوفوا في منطقة مشتركين فيها هم الأثنين وفي منطقة كل واحد لحياة الخاصة يعني الحين الزوجة يمكن عندها أسرار مع أخواتها أقول لكم قصة حلوة صارت هاليومين تصل فيني أمس واحد وقال لي أنه أنا دخلت على منصة دكتور زواج من ثلاث تجهر والحمد لله الله وفقني وتعرفت على بنت وصار الزواج من خلالكم يقول ذاك اليوم أنا قاعد في البيت كانت تقول لي إختي أنت شون تزوجت كانت تقول لها والله أنا تزوجت كذا 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 كانت تقول لها علمني أنا يعني ما توفقت بزواجي واتطلقت من 12 سنة فإن شاء الله يكون لي نصيب يقول والله قاعدتوا إياها وعلمتها شون تدخل منصة دكتور زواج يقول والله ودخلت وسجلت بياناتها وبعد أسبوع عشرة أيام كانت تقول لي أنا تعرفت على شاب صراحة محترم وجيد واخلاقة طيبة يقول كان يقول لها منه كانت تقول له هو فلان لفلاني قال لها فلان هذا صاحبي قالت له والله تعرفه قال لها طبعا صاحبي من أيام الدراسة من زمان وعرفة ليه اليوم وبيني وبينها علاقة تبين حين أنتصل فيه يقول والله كانت تصل فيه كان يقول لها يا فلان أنت متعرف على وحده في منصة دكتور زواج طبعا داك نصدم قال لش ذرك أنت قال له ما هذه إختي وهذه الساعة المباركة وإحنا صراحة شارينك تشاني يقول لها بدام أختك أنا بعد شاريكم ملشتهم تمت أمس ونقول لهم مفروك عصر الله يوفقهم خبر حلو ومفرح عادي يقول لي صاحبنا هذا يقول أنتوا الحين في منصة دكتور زواج زواجتوا أثنين من بيت واحد في الكويت شكرا للمشاهدة